ورجعنا لكم مع فيديو الرد على أسئلة المتابعين حول الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للممرضين الجزء الرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحيكم من قطر بحيكم من قناة مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فإذا عجبك العنوان خليك معي للآخر لا تنسى الهاند واشنج البس لقلاوز هات الماسك وتفضل معي في هذا الفيديو بنعرض عدد من الأسئلة التي وردتني سواء على الخاص على الإيميل على رسائل الصفحة على فيسبوك أو تيك توك أو إنستجرام أو تعليقات مباشرة على فيديوهات القناة على يوتيوب محسن إبراهيم بسأل هل ممكن أن أطلب من شركة التوظيف تعمل تأجيل لمقابلة السفارة بعد ما تخلص استمارة الآي 140 عشان ممكن ما بكون جهزت حالي تماما للسفر طبعا أنا حكيت في واحد من الفيديوهات إنه إجراءات السفر أو إجراءات المقابلة ممكن إنك تأجلها لكن مش ممكن إنك تستعجل فيها فهذه سهلة جدا بكل بساطة بتبلغ المحاملة مسؤولة عن ملفك أو بتبلغ الشركة اللي راح تهاجر عن طريقها وهم ببلغوا السفارة إنه وقف المعاملة إلى حين إحنا نبلغكم كمان سمعنا إنه دونالد ترامب ممكن يرجع الحضر على بعض الدول العربية ألمن بأني سوداني وهذا موضوع مقلق جدا شوف بالنسبة دونالد ترامب بدك تفهم شغلة في القانون أو الدستور الأمريكي حتى رئيس الدولة ما بقدر يمنعك تدخل إلى البلد إذا كنت أنت شروطك مستوفية وأوراقك كاملة يعني أنا عندي نقص بالتمريض محتاج ممرضين بدي كل ممرض يجي عندي على البلد يشتغل يكون معاه الأوراق التالية واحد اثنين ثلاث أربعة إذا هذول معك تدخل أمريكا غصبا عند دونالد ترامب هاي نقطة نقطة ثانية حتى لو ترامب طلع قانون أنه ممنوحة يهاجر إلى أمريكا فهذا القانون يسري على الناس اللي حاولوا أو بدأوا بالمعاملة بعد ما هو يصير رئيس أنا ماشي بالمعاملة من ست سنين وضي اللي مثلا سنة وبسافر ما بيقدر يحكي معي انت فيمت الصورة كيف؟ رقم ثلاث ترامب نفسه قال أنه أنا بدي أمنع الهجرة غير الشرعية والممرضين كلهم بهاجروا هجرة شرعية فإحنا برر للقصة هاي كلها لا تجلق الرواتب كام أو من كام لغاية كام وبتخصم ضريبة ومميزات الوظيفة عن باقي الدول بالنسبة لمميزات الوظيفة عن باقي الدول أكبر بكثير من أن أحكيها في رد على سؤال رح أعملك فيديو كامل بنزلها اليومين تابعوا الرواتب كام شوف بكل بساطة إذا بدكش تصدقني يعني ادخل على جوجل ويكتب الـ pay rate للممرضين في أمريكا من ولاية لولاية تختلف أظن أقل ولاية في أمريكا بيأخذوا 44 ألف دولار سنوي طبعا هذا الأساسي وأكثر ولاية اللي هي كاليفورنيا ونيويورك بوصل ما بين 93 إلى 100 ألف دولار سنوي هاي الشغلة فإنت غالبا غالبا إذا بدك تطلع مع شركة محترمة مش رح يعطوك أجل من 34 دولار صافي على الساعة صافي يعني رح يعطوك مثلا 37-39 دولار بروح منهم ما يقارب 20% أو 18% الضرائب الضرائب في أمريكا بتفرق من إنسان للآخر تفرق من مدينة للأخرى تفرق من ولاية الأخرى فصعب أقول لك الضرائب في أمريكا كم لأن بعض الولايات بتكون فيها أقل من ولايات ثانية وبعض الولايات بتكون أكثر في نفس الولاية أنت أعزب بتدفع 22% أنا متجوز بتدفع 20% فلان متجوز عنده ولد بتدفع 18% فلان متزوج عنده أربع ولاد ما بيدفع ولا قرش فلان عنده 15 ولد الدولة بتدفع له فهي بتفرق من إنسان للثاني لكن إجمالاً اعتبرها من 15% إلى 20% وعمل حساباتك على هذا الأساس وتنساش إنه آخر كل سنة فيه إشي اسمه تاكس ريتيرن آه فيه إشي اسمه مرتجع في الضرائب كل ولاية تيجي آخر السنة تبعت رسالة لكل مواطن بالولاية إحنا السنة هاي مثلاً جمعنا من الناس 100 مليار دولار ضرائب استعملنا منهم 70 مليار زاد معنا 30 مليار حضرتك دفعت لنا 10,000 دولار ضرائب هاي السنة بدنا نرجع لك 3000 منهم أو 30% منهم لأنه إحنا ما استعملناهم بإشي فهذا برضو بدك تحطها ببالك الرواتب تفرج من حسب الولاية تفرج حسب الشخص تفرج حسب جديش معك خبرة جوة أمريكا تفرج حسب اختصاصك تفرج حسب شهاداتك طبعاً الباجستير بأخذ أكثر من البكالوريس والدكتوراه بأخذ أكثر من الباجستير وهكذا تفرج حسب أكثر من ألف شغلة وشغلة لكن ما توقعش تلاقي حدا بيشتغل في أمريكا أقل من 35-40 دولار بالساعة ما هي أسهل طريقة للهجرة إلى أمريكا؟ صدق أو لا تصدق أسهل طريقة للهجرة إلى أمريكا أنك تدرس تمريد أسهل من الطب؟ نعم أسهل من الطب أنا ما قلت أنه بتقدم اليوم بكرة الصبح بتسافر في طرق ثانية بتقدم بعد 6 شهر أو سنة بتسافر لكن صعوبة أو سهولة الموافق عليك هاي اللي أنا قصد فيها أنت كما مرد ممكن تقدم اليوم تسافر بعد 3 سنين أو 4 أو 10 لكن أنت هيك هيك عارف أنه كل هذا تضيع وجهت وكل هذا مسألة وجهت وحتى المقابلة رح تكون شكلية وهيك هيك رح يتبلوك بعكس الإنسان اللي بيكون متزوج وحده ولازم يثبت لهم أنه متزوجها مش مصلحة لازم يثبت لهم أنه مش متزوجها عشان الجنسية لازم يثبت لهم أنهم بحبوا بعض ولازم يثبت لهم أنه في صور سابقة تثبت أنه قروا الفاتحة ولبسوا الدبال وعملوا وسووا وطلعوا شموا الهواء مع بعض وطلعوا سياحة مع بعض بعدين بقتنعوا أنه بحبها وبعطوا الفيزا الجنسية بعدها بثلاث سنين لسا فالتمريد أسهل طريقة أنك تقنعهم أنه أنا جاي على البلد هاي بدي أظل فيها بدي أكون جزء منها بدي أخذ جنسيتها بديش أطلع منها طول عمري فرح يعطوك الجنسية خلال أقل من خمس سنوات الأطبة ليش ما بحبوا يروحوا على أمريكا لأنه الطبيب بنزل على أمريكا لو كان استشاري لو كان أخصائي لو كان أستاذ بشارك في الجامعة لو كان رئيس قسم لو كان مدير مستشفى برجع جي بي برجع طبيب عام وبدو يختصف هناك من أول جديد بعطوه ثلاث سنوات بعد الثلاث سنوات بيجددوله ثلاث سنوات اختصاص بعد الست سنوات بيقولوله قدم الامتحان أظن اسمه USML امتحان مش سهل على فكرة وبعد ما يقدم الامتحان يا بنجح يا بعيده طبعا مش راح يعيده بكرة الصبح يمكن بعد أربعة شهر أو ستة شهر عيده فالدكتور بيقولك أنا شو جبرني أقعد سبع سنين أرجع لنقطة الصفر وسبع سنين وأختص وبعدين أخذ المزاولة المهنة واشتغل عندهم فهل سبع سنين بتكون صارت عياتي في أحسن مكان في بلدي وبتكون صارت كشفي 200 دولار و200 دولار عشان هيك قليل جدا ما تسمع عن أطبه بيطلعوا لأمريكا ولو أنه فيها نقص أطبه بس شروطها صعبة جدا بالنسبة لهم هل تنصح بأن أتزوج أمريكية؟ طب ليش؟ فهمني ليش؟ أنت كممرد نقدم بطريقة سهلة بطريقة مضمونة بطريقة مش راح تترك لك أي مجال للغلط بطريقة بإذن الله طبعا أنت طالع طالع فتتزوج أمريكية ليش؟ الزواج من أمريكية مش لعبة أولا ثانيا في محاذير وفي مشاكل وفي سلبيات أكثر بكثير من الإيجابيات رقم ثلاث الأمريكية بكرة لو ضربتها كف راح تطلع تشتك عليك حتى لو كانت كذابة بدها تحكي للحكومة أنه هذا تجوزني بس عشان الجنسية وثاني يوم ترجع لبلدك طب أنت أصلا جاي قانوني شو بدك في الشغلة؟ زي اللي بتقول لي أنا حامل أروح أولد بأمريكا طب شو بدك فيه الشغلة؟ أنت حتى لو حملتي وحتى لو أولدت جوا أمريكا ما بتقدر تستفيدي من الجنسية إلا لما الولاد يصير عمره 21 سنة وهو يحب يعطيك الجنسية طمنت كم مردة طال على أمريكا وكمان خمس سنين تكون جنسيتك في جيبتك خلفت بأمريكا خلفت بن كراغوة نفس النتيجة قبل ما يدخل المدرسة تكون جنسية أمريكية في جيبتك شوفوا هالسؤال هل صحيح ما يشاع عن أمريكا أنهم بكرهوا العرب والمسلمين؟ يقال أنه لو أنت شاب مربي لحية أو اسمك محمد أو عبد الله أو أنت بنت محجبة ما بيقبلوك بالسفارة أنا اللي قدامك اسمي محمد وقبلوني عادي شوف بأمريكا وبأي بلد غربي ممكن يكون بكرهك بينه وبين حاله لكن قانونا ما بيقدر يقولك أنا بكرهك لأنك عربي أو بكرهك لأنك مسلم أو بكرهك لأنك أسود أو بكرهك لأنك أبيض بالقانون بنحبس عليها سبع سنين الكلمة هاي فحتى لو كان بكرهك بينه وبين حاله هذا الحكي ملوش دخل بالتعامل اللي بينكو هو موظف بالسفارة وإنت متقدم للسفارة مطلوب منك ليستة شروط وكمية أوراق قدمتها بتطلع غصبا عنه وغصبا عن رئيس الدولة شخصيا وكثير في ناس في أمريكا بنات محجبات ومخمرات بشتغلوا وما حدا بتعرض لهم عادي جدا وفيه شباب لحيتهم طويلة ما شاء الله أطول من لحيتهم بشتغلوا عادي جدا كيف أختار شركة التوظيف أو الركروتينج إيجنسي التي أهاجر عن طريقها هذا السؤال أنا عملت عنه فيديو كامل هاليومين بنزل استنع لو شهادة الجامعة بالعربي كيف أسلم نسخة منها بالإنجليزي أنت قصدك خطوة 2 بعض الدول زي سوريا مثلا درسوا بالعربي فحتى الشهادة اللي أخذها من الجامعة مطبوعة بالعربي بكل بساطة بتروح على أي مركز ترجمة تعطيه 5 أو 10 دولار بعملك نسخة بالإنجليزي منها هاي اللي بتبعتها لشركة الهجرة من أين نحصل على كتاب ساندرس في الأردن؟ كتاب ساندرس اللي الناس بتدرس عليه عشان متحان الإنكليكس موجود في أكثر من مكان لو أنت قريب من شارع الجامعة الأردنية أو شارع المالكة رانيا فيه هناك مركز أظن اسمه مركز الكتب الأردني بتلاقيه هناك بحدود 52-58 دينار بحدود 80 دولار حقه وراب شارعياً فيه شركة الواي فايندر هذول برضو مختصين بالهجرة إلى أمريكا بتلاقي عندهم بنفس السعر بتقدر تدور على صفحتهم على الفيسبوك بتعرف من الصفحة وين عنوانهم بتروح لهم في النهاية شكر كبير جداً 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 للزملاء البعض والله هي الأسئلة وبرضو بنرجع بنكرر اللي عنده أي سؤال يكتب تحت بالتعليقات وراح نعمل جزء رابع وخامس وسادس وسابع ما عندي مشكلة المهم إنه نفيد الناس وأي واحد عنده أي سؤال عن الهجرة عن أمريكا أنا بريطانيا عن قطر عن دول الخليج اكتب لي تحت بالتعليقات ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة ولا تنسى تفعل زر الجرس تدخل على كلمة اشتراك بتشوف مكتوب بعض ولا كل خليها على الكل عشان كل ما ننزل فيديو يجيك إشعار إنه محمد ناصر نزل فيديو بننزل فيديو هين باليوم وبعض الناس ما بيشوفوا إلا كل أسبوع فيديو مع إنه عنا أكتر من ألف مشترك بالقناة وكل الفيديو يعدوه بيجيب 70-80 مشاهدة بالوضع الطبيعي 90% من اللي بيشوفوا الفيديو مش مشتركين يعني المفروض الفيديو يجيب 8000-10000 مشاهدة فهمتكم معنا عشان القناة تكبر وتتوسع وتنتشر وناس أكثر تستفيد وناس أكثر تأخذ المعلوم الصح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته